السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه? كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ايه طبعا ايه السلسة التماطم دلوقتي رخيصة جدا ايه التلاتة بعشرة تقريبا ايه وفيه الاتنين بعشرة برضو حلوة قوي يعني وفيه الاتنين ونص بعشرة ايه طبعا ايه بتيجي كده فترة ترخص وبتيجي كده فترة ايه تغلى. فطبعا احنا بنستغل ان هي رخيصة بنرق على فكرة طماطم بيتو يعني ايه اصل السلسة هي احسن الطماطم هي الطماطم البيتو اللي بتتعمل للسلسة للطبيخ وكده. ايه طبعا ايه رخيصة وكده فقلنا بقى ايه ايه كل موسمها كده بنخزنها. اتكفينا كل فترة ايه ايه الغلاء. هنا هو التغسلتها كويس جدا والتحتها زي ما انتم شايفين الكطع مش كبيرة قوي. ايه وبعدين ايه حطيتها على النار في حالة بقى على قد الكمية ايه وهنا بقى سر حمرار السلسة هي البنجر البنجر انتم شايفينه ده اجمل حاجة تحطيه للسلسة. هو ليه اسمي تاني الشامان ضربين او كده ايه باللغة للمغرب اللي اخباتنا المغربين. ايه مفيد جدا للانيمية وامفيد لحاجات كتير قوية. طبعا ليه فوايات كتير. ايه بنقطعها كده ونسيبها كده بنقلبها يعني ندخلهم في قلبس الطماطم المقطع كده. ومعدين على نور آآ عالية الاول يعني بصوا مش هتاخد آآ خمس دقايق. خمس دقايق بس من آآ لحد كده ما بصوا آآ الطماطم تبان من يعني من مية. يعني تبقى المية تحت الطماطم يعني ما تنشفش قوي لان الطماطم دي المية دي ما ينفعش تنشف. لانها اصلا سلسة. لان انا ما حطتش مقطة مية. آآ هنسيبها بقى زي ما انتم شايفين كده. آآ جماعة دي طماطم على فكرة بيتو اللي هي بتبقى اصلا للسلسة والطبيخ وكده. آآ دي موسمها يعني وبتيجي فترة يعني مرتين تقريبا في في السنة. بتبقى بقى الفلاحين وكده بيزرعوها وبيبيعوها. فبترخص. التجار يعني بي آآ بطبعا مدام الفلاحين نزلوا وبحاجة يبقى في التجار بيرخصوها. لانها بتبقى متوفرة وكتير وكده. آآ فاول ما الهاجمة بتاع الطماطم هي بتلاتة التلاتة بعشرة. تجايبها التلاتة بعشرة. اول ما هاجمة الطماطم رخيسة آآ تيجي تقوموا على طول عم صلصة. طبعا احسن من الصلصة المعلبة والكلام ده. انا هنا هو يا جماعة يعني بحاول نزلها جوه. قوي جماعة قلبت الطماطم كده عشان تبقى آآ كل حاجة في آآ بتاع البونجور جوه وكده عشان يطيب معها وكده لانه بيتأخر شوية. آآ طبعا فتستغلي بقى اول ما تلاقي الطماطم رخيصة كده. تقوم جايبة كمية. وهدي يعني ايه? هتوفر معاك جدا. يعني بدل ما تجيبي وهي غالية كيلو بعشرة جنيه وتعملها الصلصة. لا اعملها صلصة وهي رخيصة. وحطيها في الفريزر. والطريقة سهلة جدا. آآ يدوبك ات النور عليها خمس دقايق او عشر دقايق. آآ زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. آآ يدوبك بس بما الطماطمية تترى خالص معايا. والمية تقل شوية. يعني اللي انتم شايفينها دي بتقل بتخش الجوة بتبقى جوة. وبتمشف من فوق. شوفين? ومشاء الله مشاء الله بتبقى حمرة خالص. والبنجر ده بيخليها آآ حمرة. وطبعا مفيد آآ فبحطه يعني مدام مش بناكله كده مش بنحبه في اكل عصير او مثلا في السلطة في السلطة والكلام ده. فانا بنحطه في آآ في السلطة كده. عشان يبقى ايه? بتاعمه حالي. ومفيد طبعا. وعلى فكرة مش بيبقى واضح في في الاكل يعني ولا كده. اهو يا جمعة شايفين? هي نشفت من فوقها هيت. شايفين? نشفت خالص بس فيها مية لان انا محطتش مية عليها خالص. الماء دي نزلة من الطماطم. فكده كده انت لازم تصوريها تعدربيها في الخلاط وتعنيها كده. وكده كده برضو هي كده نص سوا. بتسبكيها طبعا قبل الاكل وكده زي ما تعمل الاكلة. وطبعا موفرة جدا وبدل ما تجيبي وهي غالية لأ نجيبها وهي رخيصة. ونوفر اهي توفير وكده. ويا رب يكون اعجابكم كده شايفين يا جماعة والله اه شايفين الحمرار ده هو دي لونها الطبيعي. شايفين انا كده بفضيها بقى في الخلطة قدامكم. هضربها بقى واجيلكم. بعد ما ضربتها بقى ضربة جندا كده طبعا هزفيها. آآ عشان البزر اللي جواها والقشر الخارجي آآ طبعا ما يبقاش في الطبخ وكده. فلازم الخطوة دي مهمة. الناس اللي مش بتحب الحاجة تحت بقى كده. يعني البزر والقشر ده برضو مش كويس. فانتو طبعا تصفوها كده. طبعا تستنوا ما تبرد يعني تبقى تقدروا تعملوها باتكو عشان بتبقى بسرعة وكده. بس انا كنت مستعجلة وقتها. فحبيت يعني اعملها بسرعة عشان ما ينفحش التساب برا. آآ بالاخص ان احنا في الحر وممكن تبوز منك يعني انت ما تستنيش عليها اصلا ساعتين برا. لان جوا حر. انت على طول يعني خلاص عشر دقايق او ربا ساعة. آآ هتبرد معاك انت يخلطيها على طول وعلى ما تكون خلطيها بقى وتصفتيها والكلام ده هتكون برد. لقيتها لسه سخنة استني سيبيها بس مثلا في كياسها لحد ما تبرد وتحطها في الفريزة. يعني برضو عشر دقايق خمس دقايق يعني لا تتعدى نص ساعة بعد الطهي. شايفيني يا جماعة تحفة 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 تحفة. بجد التصوير مش مبينة. وحامرة جدا. آآ فعلا وبتخلي الاكل آآ احمر احمر وتعم وحلو. لها تحتاج للسلسة طبعا المعلبة دي واللي برا اللي احنا ما عرفش ما تزرها ايه ولا اي حاجة. وطبعا حاجة اقتصادية كده. علشان ايه يلحق بعيد. آآ طبعا آآ ممكن تجيبي كياس اللي هي التلاجة دي اللي هي هي اسمها كياس لبن او تلاجة. اللي هي طويلة دي. على حسن ما انت هتخطط ايه. يعني انت عايزة كمية بسيطة في الكيس هتجيبي حجم صغير. آآ ده حجم كيلو يا جماعة. آآ فانا بجيب كده بعد ما صفيتها بجيب معيار كده كوباية مسلا. آآ بحط مسلا كوباية كوباية ونص. على حسب توقيتك وعلى حسب انت بتستخدم ايه? يعني ممكن مسلا ازود كيس. اقل الكيس. على حسب ما انا هعمل به ايه? شايفيني يا جماعة? على فكرة فيه كياس كده بتبقى بتتقفل كده بتاكة كده بتبقى شكلها حلوة قوي وشيك. آآ ممكن تجيبوها برضو لو في مقدرتك يعني. آآ بس دي كويسة يعني شغالة. آآ يارب الفيديو يكون عجبكو وانا خفيف عليكم والسلام عليكم وراح تقولوا باركاته.